السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في وصفة جديدة من الوصفات العيد ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بقتلنا هاد الوصفة ووصفة اخيرة غضوة ان شاء الله ونكونوا كملنا حلوية العيد مع بعض الوصفة اليوم راح تكون بريستيج دوق التحاء بزف بنين الشكل التحاء كما راح تشوفو شباب بزف انتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفة وتعجبكم وكما اشترنا حاولنا كيفاش نوعه بين الاقتصادي وبين البريستيج ان شاء الله نكونوا لبينا كامل الطالبات دوقنا نروح مباشرة للمقادر وطريقات التحضير الحاجة اللولى هنا عندي شوكولة شوكولة بيضاء مع شوكولة انسبيراسيون كرامل هاد الشوكولة هاد هي الماركة اللي تسقسوا بزفعلها هاد هي اللي نخدم بها السعر التحال شوية غالي لكن نقدروا نعوضوها بالشوكولة العادية نورمال هنا درت انسبيراسيون كرامل اذا كانت عندكم متوفرة راح تكون خير لانه تمد الدوق وتمد لون واذا ما كانتش نديرو شوكولة بيضاء مع شوية تاع الشوكولة بالحليب تقريبا اه عشرين غرام هكذاك مع ميتين غرام بيضاء اه بعد ما الدوب دوبتها في ميكروهون تكون تلاتين تانية نخرجها ونحركها اه ضفت عليها هنا نوازات محمصة ومرحية ارقيق بالقشور تاحه باش تعطينا اللي في موشتي في المول تاعنا اه هدا هو المول اللي استعملتو في هاد الوصفة اعطاني شكل شباب انتو ما تقدروا تستعملوا اي مول يكون عندكم لكن بهاد المول على بلية راح تعجبكم بزاف الشكل تاع الحلوة نو كي ما درنا في بزاف وصفات ناخدو البانسو احنا البانسو لازم يكون صغير وندهن له مول تاعي على ثلاثة مرات اه الطبقة لازم يكون رقاق باش شوكولة في الاخير مجيش خشينا اه وشوكولة تعيز زيت لها الزيت زيت لها الزيت علاش باش كي تتقسم تبقى طرية ما تبقى لناش يبسة بزاف نزيدو مغير فاف الصنغرة هنا دخلتها للتلاجة ديرتزوج طبقات وهدي الطبقة الثالثة ها قدر ونخليها في التلاجة قسمة شد روحو ونروحو نحضرو الحشو بنسبة الحشو تاعنا هنا عندي كيلة تاع باندي بيس اه خبز التوابير اه سوات شلوه جاهز زيت باع في الاسواق سينو تقدروا تخدمها في الدار راني دير ديجا للوصفة في القناة نضيف عليها كيلة تاع لوز محمص ومرحرقك اه مع نصف كيلة تاع الجوز هنا رح تخرج لنا كمية كبيرة دونك الحلوة تاعنا تقريبا تخرج لنا 30 حبة نحرك مليحات المكونات مع بعض ورح نجمعها بالكريمة الزبدة بدوق حلوة ترك كريمة الزبدة هادي اللي خدمتها في المرة اللي فاتت في الصابلي تاع الكاكاو اللي غطصنا النص تاعه في شوكولة نفس الكريمة الزبدة اللي جمعت بيها هتعطي لنا بنا احسن نقدر ونجمعه بالشوكولة لكن رح تكون بزاف بالشوكولة بكريمة الزبدة كانت احسن اه كذا نبقى نطم فيها حتى نتحصل على حشو يكون طريق هدا هو القاوم تاعه نعود نولي المول تعيب بعد ما جمدت الشوكولة هديك هنه عندي معجون فارولا لا كونفيتور هنه في ميزون هاد لا كونفيتور تقدروا تستعملوا اي كونفيتور اخرى لكن سوى الفراز ولا اللي فيه اللي رح تمشي مليح مع البن دي بيس نديروا طبقة من المعجون هكذا في الفون تاع المول تعنا بها طريقة من بعد رح ناخدوه من الحشو ونغلقوه على لا كونفيتور هنه نبقى نوزعو في الحشو كيفاش نحاولو كيفاش ما تخرجش هديك من الفوق هاقدان نبقى وغرب العقل حتى نعمر كامل المول تعيب هالطريقة انا بعد ما عمرت المول تعيخ اللي تويريح في المجمد 15 دقيقة بعد ما ارتاح نروح نديمولي واه هاقدان فاصل موهنا ما رحش ندهن من تحت لا خطر لا فرص تحناها شدة رحها نوك ما رحيش لي كده اذا كانت تخافو تسيل تقدروا ديروا شوكولة من تحت انا هاقدان رح تكون مليحهم هدا هو الشكل تاعة الحلوة اللي اعطاهوا للمول كيماراكو جفوت جا شكل تاعة بزاف شباب انتماننا شاء الله يكوننا اعجبكم دوكن ديمولي كامل الحبات تابعنا ونروح ونشوفو كيفاش رح نديلو لهم التزيين هنبع المادي موليد كامل الحلوة تعي رح نديلها شوية لكو فيتور هاقدان في الوسط بيش تعطيني شكل شباب تقدروا تزيين ديرون توما وش تحبو هاقدان من بعد رح نديل مولمع غدائي ناكري اللي يكون لكيد دوري ندير كامية في الباسو هكذا ونرش على الحلوة تعي هنرح يعطينا تانيك شكل شباب في الحلوة تعنا تقدروا تديروا لافي دور كما تقدروا تديروا نوازات نقسموها على زوجين حطوها في الطرف تقدروا تديروا ورد شووش تاني يدي شباب انتمو ما يعني وش تحبو عندي هنا يتنيك صابلي اللي كنت صابلي عادي اللي كنت فتحته رقيق هاد الصابلي هو اللي خدمنا به ديليس كارامل اللي دلنا فيها طبقة من الفوق وطبقة من تحت كان بقالي فتحته رقيق بزاف وقطعته على حساب بالحلوة تعي وده والشكل اللي تحصلنا لي دوك نديروا كقاعدة هكذا كل حبة نحطها في فوق الصابلي بها الطريقة هادي الحلوة التعنارة هي جاهزة دوك نقسم ملكم حبا والهذا هو الشكل النهائي تحو دوك نقسمها لكم وشوفوا كيفاش تجي ملداخل هلا شوفوا كيفاش تكون طريقة الشوكولة هاديك ما رايش يبسل لخطر زيدنا لها الزيت هاكذا هاده هو الشكل اللي تحصلنا عليه المعجون الداخل وتانيك الحش والتاني الريحة التعو كانت بزاف شبه انا هادي الحلوة اللي خيارتها لكم لنا اليوم اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم اه شكلا ومدقا نتلقى في الوصفة الجاية ومازلت لنا نورمال من وصفة واحدة نزيد ونشاركوها معكم ونتهنه بالعيد ان شاء الله كامل اه نبقيكم على خير نتلقى في الوصفة الجاية والسلام انق красية اهرع اهرع